بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اليوم قد قررت مني هادسكروز معاكو واحدة من الثغرات المحصرم الكويسة اللي انا جبتها هنا عشان نلعبها الثغرة دي كانت بتفكت اندرايبر ولكن الثغرة نفسها كانت في الثرد بارتي اللي هو كان بيتعامل معاه البيمنت بروفايدر هنا الفكرة كلها انتوتل مش رحة دلوقتي عملناها ازاي ولكن لما قلنا بندخل على الابلكيشن نفسه اندرايبر وبنحط الكريديد كارد اندرايبر بجنريت لنا توكن او زي ريفرنس كده مع البيمنت بروفايدر اللي بتعمل معاه معاكو لما كنت بتبعت الريكوست ده للبيمنت بروفايدر بالريفرنس او بالايد او بالتوكن اللي اندرايبر عملت جنريت لي ده كان بيفضل مسيف البيانات كلها عنده لمدة 3 داعي اللي انا عرفته لما دورته الكفر يعني طبعا اي مش هنقول لها والبيمنت بروفايدر ولا هنقول اي توموتش ديتيلز ولا كننشرح الفكرة كلها الفكرة اعتمدت بشكل كبير على السكريبت اللي انا عملت وقتها تقول لي ليه عملت سكريبت عشان هي احتاجت سكريبت فعلينا مكتش نتعمل من غير سكريبت وعشان كده بنقول دايما حاوب تتعلم اللغة على الاقل تقدر تعمل بها سكريبتات على الاقل على الاقل بايفون لما اتفيدك مش هتضرك انت محتاجها فعلا واوقات كتير فعلا هتحتاج تعمل سكريبتات مش مرة تعمل او مرة من كل عشرة هتحتاج تعمل سكريبتات بس هتأفكتها وهتكون افكتف معاك هتجيب اجالها يعني اه ايش اتعلم اعمل سكريبتات اه لكن هل ممكن تبدأ من غير البرمجة اه بس هتفاول شوية حاجات امني انا هتسقط منك شوية حاجاتك ممكن تقع فيها لما عاك البرمجة اه بنفتح الابريكيشن عادي جدا اه السايد بتاع الدرايفور مش الكلاينت لانه الكلاينت اه مسمح ليه يطلب رحلة والدفع في اندرايفور كان كاش بس وقتها ما عارفش ازا كان اضافوا حاجة تانية لا لا دلوقتي اه الدرايفور هنا بيبدأ بينزع عليه طبعا التاكس بتاعت الرحلات بيزعته وكده فيروح يدفعها مثلا من امان فوري الحاجات دي يعني بيدفع بالكريبت كارد ليش هم بيتوب اب البالنس بتاع الاكاونت بتاعه وبيش طيما سيت بعد ما حطيت الكريبت كارد وضوست باي ان زي السايد اللي قدامك دي في الموبايل ابليكيشن نفسه انت عمل الريكوست ولقيت الريفرنس نمبر ده بسيط جدا اه عباره عن ارقام بس حرفيا عشوعية تماما بر و اه بيعرب في الرزبونس بتاعه الميرشانت كود الميرشانت ريف نمبر والكارد نمبر الكارد اكسبايري مانث وير والسي بي جي والنمبر بتاعي والايميل بتاعي والمبلغ والعملة واللي 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 البيانات بتاعت البيامنت بروشلس كلها طيب اه اول حاجة جات في بالي ساعدة ممكن يكون اه اصنتكيتم بساعد طيب اه لا اصنتكيتم فعلا عشان يقيمة بتاعتي الكوكيز دي انا فكرت اين درايفر ممكن تكون عاملة لها او حاجة لكن مش ده اللي حصل اه اللي حصل ان لما شدت الكوكيز دي وبعدت الريكوست عادي الريكوست اتبعت عادي جدا ومواجهة الشيعية عن قضوات يعني بيعرف برضو نفس الكونتنط ولكن لمدة معينة ولما ببعدت الريكوست تاني بالريفرنس ده يقول لي طيب معنى كده ان الريكوست دينا الاثنتكيتد وبيقدر يخليني اكسس عاداتها زي دي والريفرنس نومبر ده بتعمل بشكل عشوائي بحث فمتعامل سكريب بسيط كده لعبكة في لعبكة اللي كنت عاده يقد التاسك وخلاص اه اي مبورت ريكوستز وانا الكلوبال اه بعمل اي ده الريفرنس نومبر عشان اعرف في البتر ان بتاع الريفرنس نومبر لحن بتوصل لعربعين جيني بتاع تلات مرات واكتشفت ان البتر اه موجود اه خمس ارقام عشوائية والخمسة اللي في الاول سابتين تسعمية وعشرين وخمسة سابتين اه والخمسة اللي بعديهم بيتغيروهم مع عشر ارقام وبعدت ريكوست بلاص النومبر كومكتاميشن وبيقولن ويفنو ده تفاون ده انسورس اه لو الرد في ده تفاون فخلاص تخطى طب غير كده ما استخدمتش بصراحة جيسون هنا وعملت جيسون دوت فلوتز او حاجة اللي عني كنت عايز اعمل سكيرت سريع سريع كده فصادمت وقتها سبلت اه الكارد نومبر الكارد اكسبير اه مونث ويير والسي وي في كاستمر موبايل واميل واماونت وكارنسي كود والكاستمر اي بي كل الداتا دي اه طلعت من الاكواد اللي فعليا بتقع معقود الريفرنس نومبر هنا فاكرته كلها انه بس مش بيكون مخصص ليندرايف وبرده كل تلات داي الريفرنس نومبر بيباير يعني ممكن انا فتحت مساء من الريفرنس معين لقيته عارض لي داتا بعد ثلاث دقايب لقيته مش عارض لي داتا ممكن افتحه كمان شوية هو هو لقيت في داتا تاني اه فالوضوع كان كده بقى وائل لو محترمه جيت كاردز فروم كذا وعملت طبعا عشان اقدر طلع حقيقية تخص نفسه طبعا كانت ممكن لو انا جمعت ده البيمنتو بروبايدر وشفت ايه المواقع اللي عنده واجبا وانتي بتتعامل به وده تبلغ هنا وهنا وهنا ولكن انا وقتها كنت في بدايتي يعني اوي فما كنتش لسه عندي الناولوج ان اي قدر اعمل حاجة زي دي او تفكير ده همتا فزي العبريت روحت ومتنبلغها هنا طبعا البيمنتو بروبايدر افلها لنوقت قليل اوي اه وبس اه عملت زي موطراك عشان اطلع على الكود والبيانات اليونية وابس ده كان كل اللي انا عملته في البود دي وقتها طبعا انترويفر هنا تارية جيت في ساعتها وقتلال ثلاثة ايام اروعة ايام باعترير باونتي اه واس اتعملو في عشرة ايام منه مسلا اصلا اول ثلاثة ايام ده كان البيمنتو بروبايدر حل المشكلة اساسا ده كل اللي نحطان لبيديو النهاردة تعلم وبرمجة هيفيدوك في الفيلد ده انت محتاجهم صدقا ما تهملهم ومتسمعش كلاما اللي يقولك انت مش محتاج سكريبت او برمجة اه لانجوج عشان انا شايف واني بمر بيه تلايف اني تلاقي بتحتاج ممكن تلاقي واحد صريح يقولك انا مش متعلمهم بس هلا هو تعلمتهم هيفيدوك معامني تقع عند حق وتحترمه انه وشفز تاني يقولك لا اعملوش لازم بعد ده تفكر منه وتسمع له فاي حاجة مش الموضوع ده بس اه اتمنى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم وضع شبكم اي معلومة جديدة بازن الله وخفضكم ورعاكم والله يعني اشعر عن الانقطاعات المؤخرة في الشانل وكده لكن هرفير وعد ما عني طاقة نزل الفيديو او اطلع اتكلم عن حاجة معانة بطلع اتكلم واني على طول المتاخر بس مع السلام